السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم طلاب الصف الثاني اللي ابتدائي النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض يون الثري الوحدة التالتة او الى المدرسة او الى المدرسة نبدأ بالدرس الاول هنا درس الاول المفردات الاستماع والتحدث هي الملابس ولا تنطق كلوذس تنطق كلوذ فقط لغير سي ال او تي اتش اي اس كلوذ ملابس نبدأ اول حاجة بالشيرت شيرت اللي هو الاميس شيرت اس اتش اي ار تي والاس اتش طبعا بتديني صوت الشين شيرت البلطو او المعطف اسمه كوت بلونج او يعني مادة طويل لحرف الاو كوت سي او اي تي كوت الساعة اللي بنلبسها في ايدينا اسمها ووتش ووتش دابليو اي تي سي اتش ووتش الحزاء اللي برقبة الفردتين منه بنقول عليه بوتس ويعامل معاملة الجمع زي جلاسز بالزبط بوتس فردة الوحدة بوتس الفردتين مع بعض بوتس لكن في الترجمة للغة العربية بنقول عليه حزاء واحد نفس القصة في النضارة النضارة فيها جلاس زائد جلاس عندنا تو جلاسز يبقى بنقول عليها جلاسز نضارة وتعامل معاملة الجمع في اللغة الانجليزية وتترجم للغة العربية كمفرد هات القبعة هات اتش اي تي درس اللي هو الفستان درس دي ار اي اس اس نقولهم كمان مرة هنا مضمومة لكن كوت مفتوحة كوت هنا بوتس في فرق بين الاتنين جلاسز 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 هات تمام تقول ورايا درس ربيت افتر مي هتردد ورايا شيرت كوت ووتش بوتس جلاسز هات تمام هنا مديني الكلارز الالوان brown اللون البني brown b-r-o-w-n brown yellow اللون الاصفر yellow y-e-l-l-o-w yellow blue اللون الازرق blue b-l-u-e اللون الاحمر red 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 اللون الاسود black b-l-a-c-k black اللون الرمادي grey grey g-r-a-y اللون الاخضر green green هنقولهم كمان مرة brown yellow blue red black grey green هاتقول ورايا brown 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 yellow 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 blue 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 red 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 black 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 grey 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 green 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 سيزونز فصول السنة طبعا الفصل في السنة بيكون ثلاث شهور تمام عندك الوينتر وينتر اللي هو فصل الشتاء w-i-n-t-e-r winter فصل السيف summer summer هو فصل الصيف s-u-m-m-e-r يبقى عندي وينتر وعندي summer فصل الشتاء وفصل الصيف احنا بنقول عليه season تمام والجامع seasons اللي هي فصول السنة المحادثة اللي عندي listening and speaking listen read and role play with the masks with the masks يعني هنسمع ونقرأ ونتبادل الأدوار باستعمال الأقنعة هنا أميرة بتقول they are your glasses هنا دي نظرتك يا هنة قالت لها it's your hat أميرة ودي قبعتك يا أميرة يبقى إذن كل واحد ماسك حاجة التاني في إيده وبيشاور عليها وبيقول إن الحاجة دي بتاعتك لكن في فرق بين الجملتين هنا قالت they are ليه they are لعني زي ما قلتلك إن النظارة بنعملها معاملة الجامع علشان كده خدت they اللي هي هم لكن إحنا قلنا إن إحنا في الترجمة بنترجم النظارة كأنها مفرد فبنقول they are your glasses إنها نظرتك برغم إنه هو كاتب they طب تعالي نشوف هنا لما قالت دي قبعتك قالت إيه it's your hat ليه لأن القبعة مفرد القبعة مفرد فقالت it هي وبعدين خدت اللي يناسبها من verb لهو فعلي يكون خدت is شلنا الآية وحطيت الأباسترو في بيت it's هي تكون you're hat قبعتك لكن لما اتكلمت على النظار النظارة فيها عدستين بنعملها معاملة الجامع في الإنجلش فقالت they are ما قالتش it's ده الفرق بين لما بنتعامل مع حاجة مزدوجة بنعملها معاملة الجامع تمام في الإنجلش وبين لما بنتعامل مع حاجة مفرد لكن في العربي كده كده بنتعامل معها على إنها مفرد فعلا they are شلنا الآية وحطينا أباسترو بقت كلمة واحدة they are your glasses you're هنا صفة الملكية تمام اللي أنا بوصف بيها الحاجة دي إنها بتاعتك أنت الشخص اللي قدامي أقول له you're you're حاجتك أنت you're glasses نضرتك أنت وبعدين ندهت عليها باسمها هنا they are your glasses هنا هذه نضرتك أو هي نضرتك يا هنا ناخد بنا تي كابتال كبداية جملة فيه أباستروف هنا مكان حرف الإيه علشان الاختصار حطينا كومة قبل المنادة كالعادة لما اندهت على حد لازم أضع كومة قبل مكتب اسمه ولما اكتب اسمه لازم يكون الحرف كابتال الاتش هو كابتال زي ما اتفقنا إن أي اسم بني آدم لازم يبدأ بحرف كابتال وباقي الحروف بتكون سمول طيب هل ده سؤال ولا جملة عادية ده جملة عادية يبقى نحط في آخر الجملة they are your glasses هنا إنها نضرتك يا هنا they are your glasses هنا يبقى الجملة دي بس تعملها لما أحب أعرف حد إن دي الحاجة بتاعته نفس الكلام it's your hat أميرة it's your hat أميرة برضو استعمل الصفة الملكية your hat اللي هي قبعتك وبعدين نداهتها باسمها حطت الكومة ال a capital بداية اسم أميرة full stop في آخر الجملة ما نستطيعش تعمل ال i capital بتاع it's وحطينا ال apostrophe مكان ال i يبقى لما تكون حاجة منها فردتين نقول they are ولما تكون حاجة مفرد في الإنجليش بنقول it's تعال هنا نشوف اللي حصل they are my black boots they are my black boots ده بيتكلم عن البوت بتاعه عن الحزاء اللي برقبة اللي يخصه قال they are my black boots ده حزائي برضو استعمل they are زي ما استعمل they are مع النظارة ليه؟ لأن هنا برضو البوت فردتين فقال boots واستعمل they are إذن برضو بيستعمل they are مع boots على أنه جمع زي ما قلنا they are مع glasses they are بس المرة دي بتكلم عن حكته وهو فاستعمل صفة الملكية my حاجة بتاعتي أنا وبعد my حط صفة ليه أنه هو لونه اسود فقال my black boots يبقى الترتيب أنه حط صفة الملكية الأول وبعدين وصفه حط الصفة وبعدين قال اسمه my black boots يعني حزائي زور رقبة الحزاء برقبة بتاعي اللي هو لونه اسود طب أنا لو عايز أقول أنه لونه brown هقول my brown boots لونه أصفر my yellow boots لونه أزرق my blue boots وهكذا أغير اللون زي ما أنا عايز هنا يوسف أبو شعر كيرلي it's my watch it's my watch إنها ساعتي بيشاور على الساعة اللي في إيد ميس مونة it's my watch thank you ميس مونة أشكرك شكرا لك يا أستاذة مونة it's my watch هنا علشان مفرد زيها زي الهات مفيش منها فردتين تمام فاستعمل هنا الفاعل المفرد it وما يليه شكرا فحط تي كابتل لما ندح على ميس مونة برضو وضع الكومة قبل المنادة وما نسيش إنه هو في اختصار كلمة ميس مونة يخلي الام كابتل ومونة نفسها الام كابتل تمام ووضعنا في آخر جملة it's my watch thank you miss مونة نقول المحاسة على بعضها they are your glasses Hanna they are your glasses Hanna it's your hat أميرة it's your hat أميرة they are my black boots they are my black boots it's my watch thank you miss مونة it's my watch thank you miss مونة هتقول معايا they are your glasses Hanna 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 it's your hat أميرة it's your hat أميرة they are my black boots they are my black boots it's my watch thank you miss مونة it's my watch thank you miss مونة كده أنا خلصت المحاسة وهنا بيشرح الكلام اللي قلناه المفرد it's بعدين اسم الحاجة my hat it's زي ما قلتلك اختصار it is شلنا i وحطينا الابوستروف كل ده شرحته دلوقتي مع الجامع بنقول they are تمام وهي اختصار they are شلنا the a وحطينا الابوستروف ده اللي احنا شرحناه من شوية الابوستروف صفات الملكية حاجة ملكي بقول my it's my watch ساعتي لو جامع they are my glasses جامع انجلش لكن في العرب زي ما قلتلك تترجم مفرد they are my glasses في الحالتين قلت my my watch و my glasses حاجة ملكك انت كل ده شرحته اللي هو they are your clothes ده ما لابسك they are your clothes it's your coat ده معطفك it's your coat في الحالتين قلت your your clothes و your coat ما لابسك معطفك لما كون بحب حاجة I like my shirt انا بحب الاميس بتاعي I like my shirt I like to wear my dress انا بحب البس فستاني I like to wear my dress تمام قلها معايا I like my shirt I like to wear my dress تعرف تقولها لبعضها I like to wear my dress الاجتفاتي look, read, and circle it's my dress it's yellow يترك جملة دي تنطبق على اي واحدة من دولة it's my dress it's yellow اهو it's my dress ده فستاني it's yellow ده لونه اصفر يبقى نعمل circle على dress they are my boots they are brown يطرفين اللي بيحكي عنه ده اهو ده البوتس ولونه brown they are my boots they are brown your coat is red your coat is red يعني معطفك لونه ايه احمر اهو المعطف باين خالص لكن ده t-shirt my shirt my shirt is blue my shirt is blue يطرفين الشيرت اهو الشيرت اهو لكن ده اسمه shorts shorts لكن هنا اسمه shirt الاميس i wear them when i read i wear يعني انا ارتدي them اللي هي عقدة على النظارة بس جابها في صيغة الجمع انا ارتديها i wear them when i read انا بلبسها لما اكون عايز اقرأ يبقى هتكون ال glasses هنعمل circle عليها i wear them when i read i wear it in the winter انا بلبسه امتى في الشتاء i wear it in the winter انا ارتديه في الشتاء اكيد طبعا هيكون المعطف read and color اقرأ ولون على مهلك في القرية my dress is red and yellow my dress is red and yellow my dress is red and yellow يعني فستاني احمر فصفر يبقى تلون الفستان باللون الاحمر والريبن اللي هو الروبوت ده هتعمله باللون الاصفر تمام my watch is brown my watch الساعة بتاعتي is brown لون 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 هبني هنا بيقول لك غني close can you see ملابس ملابس تقدر تشوف close for you and close for me ملابس ليك وملابس ليا عاملة كده زي الاغاني بتاع فايروس زمان اللي كانت مع انور وجدي close close can you see close for you close for me it's my watch it's your watch it's my hat it's your hat هنا بيبدل بين صفات الملكية خلاص close close for you يعني ملابس ليك and close for me وملابس ليا it's my watch ساعتي it's your watch ودي ساعتك it's my hat دي قبعتي it's your hat دي قبعتك وبعدين بيرجع يعيد تاني close close can you see close for you close for me close close can you see ملابس ملابس هل تستطيع انترى close for you ملابس ليك and close for me وملابس ليا it's your coat ده معطفك it's my coat ده معطفي it's your shirt ده اميصك it's my shirt ده اميصي close close can you see close for you and close for me they are my boots ده حزائي ابو رأبة they are your boots ده حزائك ابو رأبة they are my glasses دي ندارتي they are your glasses دي ندارتك ده بالنسبة للاغنية listen استمع تستمع الاول لازم 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 الاستماع علشان تعرف تقرأ الكلمة boots بي دابل أو تي اس بي أو أو تي اس بوتس سمعها اكتبها وانت بتكتبها قلها كتير علشان لما تيجوا قدامك تعرف تقراها لوحدك من غير صور boots boots glasses 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 hat hat watch watch cloth cloth dress dress coat coat shirt shirt بعد ما سمعت تبتدي تعمل trace احنا عملنا listen استمعنا trace هتمشي بقى تمشي على boots و glasses وهات وهكذا خلاص مشيت تعمل بعد كده write هتبتدي تكتب لوحدك وزي ما قلت حافظ على كل حرف في مكانه وحجمه الطبيعي activities on listen one read and match clothes number one دور عليها وحط في النجمة اللقصدها number one coat دور عليه وحط number two watch شوفها فين وحط number three listen and circle it is a shirt it is a shirt هو يكون شوف الشيرت فين بقى في التلاتة دولة نعمل عليه circle they are boots مين اللي تنطبق عليه الجملة دي they are boots it's a dress it's a dress تمام دور على address وحطه قدامه عليه دايرة خلي بالك هنا في حاجة they are boots وضح هنا ان لما عشان ده فردتين تمام اتعملنا معايا جمع فقلنا they وضعنا له من verb to be are للجمع وشلها ده تلنكرة وحطينا s الجمع لكن خلي بالك في المفرد قلنا it وخدنا له من verb to be is وضعنا اداة النكرة ومفيش s الجمع خلي بالك من حاجات دي هنا look read and take انظر اقرأ وضع علامة صح جملتين على الشكل ده they are boots يا طرى ده boots فعلا ولا they are glasses مين فيهم الجملة الصح حط عليها دايرة ولا تعمل ايه لا هنحط صح في المربع اللي قدام الجملة الصح نفس الكلام هنعمله هنا it's green it's red مين فيهم اللي هنحط قدامها علامة الصح it's green it's red look and scramble and write عمرك ما هتعرف ترتب إلا لما تكون حفزت brown بعد ما تحفز رتب لكلمة brown winter winter shirt shirt ترتبهم وتكتبهم تحت الصور number five look read and write انظر اقرأ وقت coat summer boots هقول they are your دولة ايه they are your coat ولا they are your summer ولا they are your boots شوف الإجابة الصحة واخد الكلمة اللي هتمشي مع بقى الجملة i like to wear my hat in the انا بحب ألبس i like to wear احب أرتدي my hat الكبعة بتاعتي in the امتى بقى in the coat ولا in the summer ولا in the boots شوف الكلمة اللي تمشي مع الجملة دي copy the following sentence انسخ الجملة التالية it's my watch انها سعتي تكتبها هنا وتراعي الحروف اللي هتطلع لفوق لخط السماء زي الاي تمام وزي الاتش وتراعي الحروف اللي هتنزل لخط الدو ده زي حرف الواي بقى الحروف وسط السطرين مع عدد تي اللي في اتس والتي اللي في وتش هتطلع فوق خط الطائرة السنة صغيرة خالص خلاص انا عايز اشرح لك الدرس التاني لكن انا واخد برد يعني بتلاحظ ان انا مسكوم شوية وانا بشرح لك فهاجله للحصة الجاية ان شاء الله مع تحياتي ياسر الكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته